حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيمين عن قبيصة بن المخارق قال حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيها وقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لرجل تحمل حمالة قومين فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك رجل أصبته جائحة أجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك رجل أصبته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل صحتا يا قبيصة يأكله صاحبه صحتا حانا يزيد بن هارون عن الحسن عن ابي كريم تحدثني رجل من اهل البصرة عن قبيصة ابن المخارق قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قبيصة ما جاء بك قلت كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به قالا يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك يا قبيصة اذا صليت الفجر فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العماء الجذام والفليجي يا قبيصة قل اللهم اني اسألك مما عندك وافض علي من فضلك وانشر علي رحمتك وانزل علي من بركاتك حتنا روح حدثنا عوف عن حيان ابي العلاء عن قطني ابن قبيصة عن قبيصة ابن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العياف توطيرة والطرقة من الجبت حتنا محمد ابن جعفر حدثنا عوف عن حيان حدثني قطن ابن قبيصة عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العيافة والطرق والطيارة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطيل والطرق الخط يخط في الارض الجبت قال الحسن انه الشيطان حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الله الطيمي وعن ابي عثمان عن قبيصة ابن مخارق وزهير ابن عمر قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقمة من جبل على اعلاها حجر فجعل ينادي يا بني عبد مناف انما انا نذير انما مثلي ومثلكم كرجل ان رأى العدو فذهب يربأ اهله فخشي ان يسبقوه فجعل ينادي ويهتف يا صباحا حدثنا اسماعيل عن الله الطيمي عن ابي عثمان عن قبيصة ابن مخارق وزهير ابن عمر قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين فذكر نحوه حسنا عبد الوهاب الثقافي حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن قبيصة قال ان كسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتني فاطال فيهما القراءة فانجلت فقال ان الشمس والقمر آيتني من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بهما عباده فاذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتمها من المكتوبة حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن قبيصة الهلالي قال ان كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يوم اذن معه بالمدينة فذكر معناه اشتركوا في القناة